في الفترة اللي فاتت أكيد النادي الأهلي طبعا عندنا مباراة الجيش والرجوع للدوري وعندنا الرجاء بشكل عام يا سابت عايزك تكلمني شايف موسيماني في الفترة اللي فاتت في مباراة الرجاء حق أهدافه أكيد منها ولكن التفاصيل الفنية اللي انت شفتها شفتها ازاي وإيه اللي شفت موسيماني قدر يعمله هو اللي كان نتكتو ان احنا نقدر نتأهل على ملعب صعب جدا زي مركب محمد الخامس وظروف صعبة جدا زي الظروف الجمهارية اللي مرنا بها حابدأ معك من الأول من أول مباراة الزهاب تعالى نشوف كده من أول ماتش المصري كلنا خدنا بالنا انه هو غير طريقة اللعب كلنا استغربنا ساعتها وبيعمل ليه كده ليه بيبدأ ببير سيتاو جنب ان محمد شريف لعبنا 4-4-2 ترين انه هو كان من وجهة نظر يعني انه كان بيتسو موسيماني بيجهز طريقة اللعب دي عشان الرجاء في مباراة الزهاب لانه كان متوقع ان هم حيجوا يلعبون هنا بتلات مدفعي 3-4-3 اللي هي طريقة اللعب في مباراة الزهاب وبالتالي جهزها من مباراة المصري فبدأ هنا ب4-4-2 في مباراة الزهاب شوف المرونة التكتكية اللي عند المدرب مستر بيتسو موسيماني لما بدأنا هنا بدأنا ب4-4-2 محمد شريف وبير سيتاو وحسين الشحات على الأطراف كان دايما بيخش لجوه حسين الشحات وكان أحمد عبدالقادر برضو بخش لجوه فكان الجناحين دايما بيخشوا لجوه كصنع لعب وكان هو بيعتمد على لعبة واحدة اللي هي المساحات اللي ما بين المساكين لأنهم بطاقة جدا مدفعين الرجاء كان دايما بتتلعب ان اللعبة بيتحرك بير سيتاو هو اللي بيتحرك في المساحة اللي ما بين المساكي اليمين والباكي اليمين بتتلعب له حتى الكرة دي جي منها الهدف الأول وجي منها فرصة محمد شريف الضائع اللي هي أنصاف المساحات الموجودة ما بين الزهير الأيمن وما بين المساكي الأيمن. ده كان اللي بيلعب عليه مستر بيتسو المسيماني. بص حضرتك على حاجة برضو. المدرب رهان. يعني رهان. انت بتراهن على تشكيلة. على تغييرها. بتذاكر المنافس. لازم مستر بيتسو بيذاكر المنافس بشكل كويس جدا. عنده قرية المنافس واضح جدا من التغييرات. كذلك الشوت الثاني احنا جاء كان عندنا نوع من عدم التركيز. استقبلنا هدف في نهاية الشوت الأول. وحتى لأنقذها محمد الشناوي. مش معنى كده ان محمد الشناوي صد ان الفرقة بتاعتنا عندها مشاكل او ان لا ده طبيعي. انت برضو بتقابل منافس ومباراة النوك قوت. ده حاجة مهمة. اكيد الفرقة التانية برضو بيبقى لها رد فعل. تعالى نروح بقى المباراة الاياب. برضو جمهور الاهل يا فارس بصراحة جمهور الاهل. انا كنت في المدرجات. بصراحة جمهور عظيم جدا. ما بيما عندوش بصراحة حتة الهزيمة او اليأس. انا كنت مستغرب خارجين اتنين واحد والناس بتشجع. والناس عندها حماس. ويلا والاهل وحنرجع وكده. تحس ان الجمهور الاهل اللي يدور كبير. الحاجة التانية. كابتن سيد عبدالحفيظ بتصريحاته. اللي حصلت بعد مباراة الزهاب اللي خايف ما يجيش معان. ده مهمة. بعد كده تصريحات وجود كابتن الخطيب ووجود صفر. كابتن حسام غالي الاثنين مع البعثة من اول يوم يحسب ليهم. كذلك كابتن محمد الشنو وتصريحاته. الاحدى اللي قبله المؤتمر الصحفي. لو جمعت وربطت الاحداث دي هتعرف يعني ايه شخصية الاهل. دي نقطة مهمة جدا. تعالى لبيتسو موسيماني بقى عمل ايه في الاياب الناس اللي بتنتقده. احنا لعبنا خمسة اربعة واحد. او تلاتة اربعة تلاتة بتتحول في الحالة الدفاعية الخمسة اربعة واحد صرف اللي الجناحين بيرتده. وتعتمد على الهجمة المرتدة. ده مستر بيتسو موسيماني طيب. هل انا لما روح لعب الرجاء في ظل الجماهير الموجودة دي. والملعب الممتلع على الاخر. وفي ظل تحكيم غريب. الحكم السنغالي نضاي ده. مفيش. انا اول مرة اشوف حكم بيحسب فولين بس. فولين بس الفرقة. ده عمرها ما حصلت. والسبعتاشر فول للرجاء وفولين بس غير الاخطاء اللي حصلت الكتير. فانت بتتكلم في خمس اربعة واحد. دافع بشكل كويس جدا. واعتمد على ان هو ياما من ضربة روكنية. نقطة قوتهم. على فكرة كان الرجاء. دربات روكنية. هل انت حسيت بخطورة الدربات الركنية للرجاء فماتش الزهاب او ماتش الياب؟. على فكرة احنا حظرنا هنا يا كابتن هيني لما تكلمنا في مباراة المصري. اه بالزبط. قلنا كان عندنا مشكلة في العيوني. انت ممسك ازاي. وشوفنا على الجانب الاخر. قلنا في مباراة الرجاء. وكان عندنا كلام مهم جدا في النقطة دي. انك لازم في الكرات السابتة تكون ممسك الافراد صح. اعتقد كابتن هيني دا كان حصل بشكل كبير جدا. حصل وزي ما بنتكلم دايما الكرات السابتة. يعني كان عندنا احنا كنا دايما بنقول خلي بالك.